إذن إحنا عدنا class اللي هو الفروع مع هذا البنك نريد أنه نحولها إلى coding شون يصير هذه بالcode خلنا نجي مبدئيا نعمل هذا الكلاس اللي إحنا نريده طبعا رح نأخذ مثال على java وممكن تطبيقها على لغات أخرى يعني إذا على البيثون هم سهل نفس الفكرة تقريبا وأيضا بالجافا سكريبتها من نفس العالية تقريبا فنجي أنا رح أستخدم الريبلت ريبلت موقع كل شراءة اللي هو ينطيلك IDE مجاني وكذلك بيهم مدفوعات الثمن بس لكن تجير تستخدم ال IDE المجاني ماتك وتعملك حساب كقودينج تمام فهنا أجي أقول له مثلا create replet أنا داخله بالحساب ماتي فمن أقول create replet رح يطلب من عندي إنه شنو اللغة اللي أنا أختارها أنا رح أتطبقها على جافا فمن كتب هنا جافا رح يظهر عندي بالريبلت جافا هنا أنا أنطي له أي اسم مثلا أنا أريد هني نقول اسمه Q بانك وأقول لك create replet الريبلت الحلو أنه أنت ما رح تحتاجه تنصب مثلا جافا أو IDE بحاسبتك تجير تصدم أونلاين وتصدم بها التطبيقات طبعا يدعم كثير من لغات جافا بايثون أي لغة اللي تريد أنت المهم الآن إحنا طلعتنا شنو طلعتنا هاي الواجهة اللي أمامنا خلونا نسوي إلى control زائد تمام حتى نكبر الشاشة لكم بعضي الصورة تمام وعدنا هاي الطولز رح نزله طبعا عدنا هنا شوف هنا يطلع لك المعلومات مثلا CPU عند الرام أقدر أقول له هنا مننا run هذا هو مكان الكود وهنا يطلع التنفيذ مالتا طبعا system.out.println hello world المفروض هنا يظهر أكثر لغة أعشقها يعني مو بيدي اللي هو الجافا hello world جميل إذن أنا لازم أسويلي على سبيل مثال class يكون هذا class ينطلع من عنده objectات شون أسويها طبعا في عندي أكثر من طريقة بالنسبة لغات البرمج عندك أكثر من طريقة واحد من هالطرق مثلا ممكن أنا أسويلي class على سبيل مثال هنا أسمي class الأفرع مو branch زين والأقواس ما تم أوكي هاي طبعا حتى تفهم أنا ليش كتبت كلمة class والأقواس المربع ما تلازم على الأقل تعرف معلومات بسيطة عن الجافا وأساسيات جافا أنا شرحتها بالقناة ما أنت موجودة وتقرد تشوفها سواء أساسيات جافا وحتى أساسيات بايثون هم بجديد نزلت هم تقرد تشوفها فإحنا حتى نعرف في class نذكر كلمة class والأقواس المجموعة مالتا هاي بسيطة جدا نجي هسا نعرف المعلومات اللي احنا نريدها احنا جعلنا قلنا نحتاج إلى name و city name city number صح؟ فأجي هنا مثلا ال name هو string تمام؟ فأكتب كلمة string واكتب هنا هنا name فارزة أنزل للأسفل أريد city ال city أيضا المحافظة راح تكون string تمام؟ وفارزة وأكتب هنا مثلا رقم الفرع رقم الفرع أتصور رقم فنت رح أنطيل branch number مثلا وفارزة إذن أنا ما حددت أي شي هنا أنا كل اللي سويته هي فقط تعرف بمعنى أنه هذا رح يكون class صح؟ اللي هو class زين بعد ذلك مثلا رح أعمل function أو method زين هذا وظيفته شنو؟ وظيفته أنه يطبع لي هاي المعلومات يعني وراء ما أصنع الـ object يطبع لي الاسم والcity والbrunch فشون أسويها؟ طبعا بما أنه هي ما تأخذ أي قيمة أو ما ترجعلك أي قيمة فرح تكون void فهنا أكتب مثلا my method أسمي مثلا طبعا تجد تنطيل أي اسم أقواس وتفتحها رح تلاحظ أنه أقواس المجموعة هنانا متشابهة جدا مع أقواس class لكن الفرق شنو هو شغلتين رقم واحد الفنكشن عنده أقواس هذه الـ class ما عنده رقم اثنين الـ class يبدأ بحرف capital الفنكشن دايما يبدأ بحرف small هنا نجي مثلا نكتب أيضا systemout dot print line and نطبع المعلومات شون نطبع المعلومات إذا جبنا هذا شوي هنا ونجي هنا مثلا نقول branch details طبعا نقدر نسوي كي نكتنشن أو نقدر أيضا نسوي زائد زائد خلي نقول مثلا name نقطين and هنا شن نقول له نقول له هذا الـ name تمام and زائد نجي هنا نقول له شنو هالمرة city نقطين هذا من نطيل space نقوله زائد city and نقدر نقوله هنا number branch number زين اللي وشنو يساوينا branch number هاي شي بسيط شي بسيط جدا جدا control هذا أخلي شوي أجيب الشكل تمام فهو راح يطبع لنا المحتويات يعني راح يطبع لنا details مات الbranch أوكي خليش جيبه الشكل details مات الbranch راح يطبع لي الاسم تمام هذا نص راح يطبع لي المتغير مات ال name والcity هذا نص ويتبع city المتغير مات ال city وهذا number اللي هو branch number راح يطبع لي شنو الbranch number ماتا هذا class بسيط هذا class أقدر شنو أصنع من عنده objects تمام يعني أنا أريد أسوي فرع بصرة وأريد أسوي فرع بغداد شو أنا سوي هم بالjava أنت عندك class main هو المسؤول عن تشغيل التطبيق بالكامل وخصوصا منه public static void main هذا الفنكشن جدا جدا مهم أول شغلة يسويها java من يشتغل يدور على هذا الفنكشن ويشوف بداخل الشكو ويشغلها فإذا أنت هذا class ما ذكرت بداخل هذا الفنكشن فما راح يشتغل هذا ولا راح يعرف أنه هو موجود لذلك إحنا إذا نريد نشغل ها لازم نخلي هنا فأقدر مثلا شا سوي هنا أعرف ك object يعني أقدر أقول هنا أنا نريد شنو أريد branch فشون أصنع من عنده object أقول هنا branch مثلا الفرع الأول هو B1 يساوي لي Anew أوكي and branch هالشكل ببساطة الآن هذا صار يحتوي على هاي المعلومات أنا أعرف كل الزين أنه عندي البصرة نيم مالتا هو نفس يعني بانك 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 يعني بدأ يفرق تمام سواء مالبصرة وبغداد وأنبار بس لكن معلومات الداخلية تختلف يعني هنا أنا مثلا أقدر أقول شنو أقدر أقول B1 تمام راح يساوي لي أو B1 dot name شوف لاحظ رأس سنقراها اللي هو هذا قصدنا عليه يساوي لي شنو bank أو إحنا سمينا QBank صح QBank وعندي B1 dot city قلنا أول واحد شنو كانت بغداد زين فارزة منقطة و B1 dot هاي معلومات هاتي جاي أمليها آني اللي هو branch number يساوي لي شنو يساوي لي واحد أو رقم هي واحد هالشكل بها هاي المعلومات اللي آني مليتها أوكي يعني ماذا أشوف شي صعب بيها أقول لها B1 dot عندي function اسم شنو my method هذا أوكي فخلني نجي نساوي للrun ونتأكد إذا ما عدنا error وإنه مفروض يشتغل عدنا فبالتالي راح ينطيني شنو آها نطيني branch name شنو q city هي شنو بغداد وعندي النمبر ما عدتها شنو هو one perfect طيب إذا حبيت أسوي فرع الثاني شون أسويها بسيط سوي لك هل مرة شنو b2 الفرع الثاني وتعال اترس معلومات الفرع الثاني مرت الله شيكون هذا كلتهم راح يكون b2 تمام هذا راح يكون b2 هذا راح يكون b2 هذا راح يكون b2 طيب هنا قلنا الاسم نفس راح يكون هذا هل مرة راح نقول البصرة هالمرة راح يكون رقمة 2 تمام نفس الكلام نقدر ناخذ copy وننطي المن للفرع الثالث b بصرة b3 oops b3 تمام هذا كل هم راح يتحولون للشنو b3 b3 and b3 and b3 and b3 هذا شنو كانت أنبار صح هاي الصورة and 3 خانيجي نعمل run ونشوف ومتاز نفس الكلاس بس نفس الكلاس بس لكن يختلف عن بعض فإذن الأوبجيكتات ما تتشابه بس جايين من أصل واحد اللي هو كلاس واحد طبعا نحن نقدر هذا نختصره بعد أكثر يعني مثلا هاي الطريقة أقدر أنا بدل ما أقعد أعرفهم هالشكل أقدر أسوي هنا شيء اسمه constructor طيب شنو فكرة الكونسركتر الكونسركتر يا سيدي يقولك أنت بدل ما تيجي هنا نتعبيهم واحد واحد تقدر خلال الإنشاء تعبيهم رأسا يعني شلون يعني مثلا أنا إذا جيت هنا وأعرف الكونسركتر ما لدي كونسركتر حالة حال الفنكشن ما يختلف عن الفنكشن نهائيا الاختلاف الوحيد شن هو أو اختلافين شن هما رقم واحد الكونسركتر إذا تريد تعرفه بداخل الكلاس لازم يكون بنفس اسم الكلاس ونفس الشي كابيتل لكن اللي يختلفه أنه عنده قوسين وعنده أقواس المجموعة هذا رقم واحد الرقم الثنين الكونسركتر يختلف عن الفنكشن إنه بمجرد ما أنت تنشئ الأوبجيكت هذا أوتوماتيكيا يشتغل لا إراديا أوتوماتيكيا رح يتم المنادات عليه فلذلك أنت هنا تلاحظ أنه الفنكشن كنا لازم ننادي عليها يعني هذا إذا أنا سويت لك كومنت فما رح يطبع لي مع الأنبار لازم أنادي عليه بينما الكونسركتر بكيفك ولا مو بكيفك الكونسركتر من تعرفه هو رح ينادي على نفسه رأسا بمجرد ما يشوف الكلاس أنشئ هذا الأوبجيكت فإذا أجي هنا مثلا شنو المعلومات الأرض عبيها name city branch أجي أخذ الname أضعها هنا كمحتوى فارزة read city أخذها أضعها كمحتوى وأخذ أيضا branch number وخليها فارزة وكمحتوى صار عندي متغيرات اللي راح أضعهم لما أنشئ الكلاس أو أنشئ الobject عفوا لما أنشئ الobject من هذا الكلاس فرح أقدر أضع رأسا الاسم و city والبرانش يبقى شنو أنا من أجي أضع القيم هنا شنون أقدر أعبي القيم اللي تعبت هنا شنون أقدر أعبيها هنا لازم شا قل لازم أقول name يساوي name هذا name يساوي name يعني هذا name يساوي هذا name فارزة منقطة وأقول هذا city يساوي city و أقول لا البرانش رح يساوي البرانش هالشكل يعني حتى أعبي هذول رح أعبيهم عن طريق منه عن طريق الكونسركتور الكونسركتور بكيفك أو مو بكيفك هو موجود دائما والليحنا نسميها بالdefault كونسركتور شفتوا هذا القوسين هذا القوسين هي الكونسركتور بس ليش إحنا بالأول مرة ما خلينا قيا بيها لأن أول مرة هي الديفول كونسركتور اللي وما حاجة أنت تذكرها بس الكونبايلر هو اللي يذكرها فلذلك إحنا شنو نكتبها بالكود قوسين فارغات الآن أنا بدل ما أجي وحدة وحدة أعبيهم أنا أقدر رأسا ويا إنشاء الأوبجيكت أعبي هاي القيم ليش أنش الأوبجيكت وبعدين أعبيها أنا أقدر أثناء إنشاءها أعبيها فإذن من التتعبى رح تجي هنا فأني هذا أحتاجه القيم مالتا حتى أعبي القيم اللي موجودة بداخل الكلاس بس في شغلة بسيطة هنا أنت شو رح تميز هذا النام هو مالتا الكلاس وهذا النام اللي تقصده هو مات منو مالتا الكونستركتور تقدر تميزه عن كلمة this كلمة this معناتها شنو من أقول this معناتها هذا النام اللي أقصده هو النام مالتا البرانش الكلاس مو النام مالتا البرانش الكونستركتور فلذلك رح تلقى ينضاف كلمة this قبلها أوكي فالthis من تذكرها معناتها أنت قصدك على البروبرتيز أو على الاتريبيوتز مالتا الكلاس نفسه فرح يفهم هنا نجابا أنه أنت تتعبي هاي القيم هنا أوكي فمن أقول هاي القيمة اللي هو هاي تساوي القيمة اللي ينطاني إياها عن طريق الكونستركتور اليوزر فإذن هذا رح يساوي هذا بالتالي هذول من أعبيهم هذول رح يتعبون بس هنا أنا هم تظهر لمشكلة هذا النام قصدك على منو فإذن لازم أنا أقول له this قصدي شنو على هذا النام مثل الكلاس فهنا بالستي أيضا لازم أقول this and بالبرانش أيضا لازم أقول this من عرفت الكونستركتور بعد ما حاجة أعمل هذا التعب كله أقدر شأسوي رأسا الكيوبانك أضيف هنا فارزة بغداد رأسا أجيبة أضيف هنا فارزة وأكتب رقم واحد اليومات الفراغ هذول أقدر أسويهم comment ما أحتاجهم بعد نفس الكلام بالنسبة للبصرة أخذ copy منها أجيبة هنا فارزة وأهنا أيضا بصرة هنا أخليها فارزة واكتب رقم اثنين هذول بعد أنا ما أحتاجهم كذلك هنا نفس الحال كيوبانك وأنبار وعندي فارزة رقم اثنين خلونا نشوف الكونستركتر ما رح يسوي لاحظ طبع لي نفس الشي أوكي طبع لي المعلومات اللي أنا كنتم توقعها فإذا بدل ما أستخدم أنا أنه واحد أجي أعرفهم لأني أصلا رأسا أول ما ينشئ البيتو رح يعبيها بهذه المعلومات فهذه هي فكرة الكونستركتر أو هاي هي الفائدة من هذا الكونستركتر طيب يعني البنك مالتي البنك مالتي بيها موظفين صح؟ فأريد أعرف إذا أقدر أنه أسوي لي مثلا كلاس يحتوي على شنو؟ يحتوي على الموظفين ويكون هذا الكلاس خلي افتح العيباد هنا يحتوي على الموظفين يحتوي على الموظفين مالتي يعني مثلا نرجع العيباد أنا عندي هسا كلاس البرانج سويت حلو أنا شاريد أريد مثلا نعم أريد أسوي لي كلاس آخر للموظفين يعني يكون عندي كلاس للإمبليز الموظفين الشغالين وين؟ الشغالين بالشركة فالموظفين شنو رح يحتوون؟ يحتوون على اسم كل موظف عنده اسم كل موظف عنده عمر كل موظف عنده راتب مالتا صح؟ راتب مالتا كذلك ممكن استفاد من الكونستركتور إنه أعبيهم وأيضا رح يكون عندي مثلا function أو method هذا الميثود وظيفته شنو؟ إنه يطبع لي معلومات هذا الموظف مثلا نفس الوقت نفس الوقت أريد أربط بين الموظف وأيضا بين منو بين الشخص أوكي؟ فشو رح يصر هاي العملية مالتي؟ طبعا مبدئيا آني شو أقدر أسوي؟ أقدر كل واحد من عدهم مثلا هنا عملتلي شوف هنا إذا ظليني نكتب بالكود رح يكون الكود كلش طويل بفايل واحد وهاي طريقة غير مهنية أصلا غير عملية مو professional هل أقدر أفصل هذا عن هذا الفايل ما تلمين؟ نعم هنا لو نجي مثلا بالفايل هذا شوف نيو فايل أجي أضغط عليه كليك أسمي شنو؟ branch أوكي هذا branch dot branch dot java أوكي عملتلي فايل اسمه branch dot java طبعا رح أضغط على المين أطلع علي محتويات المين أقدر أضغط على هذا البلس الزائد هنا يسوي لي فتفايل جديد وأقدر أضغط على برانش هسه فصار عندي شنو؟ البرانش مفتوح هنا طبعا برانش فارغ أجي على المين شا سوي؟ هذا الكلاس أوكي كلها آخذها هذا كله أقول له شنو؟ أقول له right click cut cut تمام؟ وأجي على البرانش وأقول له هنا شنو؟ right click paste شغلة بسيطة هذا قبل كلمة الكلاس اكتب شيء اسمه public ليش؟ حتى أسمح أنه هذا الكلاس يتم مشاهدتها من كل الملفات بالمشروع أجي على المين ألاحظ أنه المين ما التي صار أرتب يعني هنا أنا بس رح يكون عندي المين موجود تمام؟ خلينا نجي نشغل ونتأكد أنه المين يقدر يقرأ الفايل ما التي البرانش that's it يقدر يقرأها فلا تنسى بالبرانش تكتب كلمة public نفس الكلام إذا أنا حبيت أسوي فايل للموظفين تمام؟ فهنا أيضا أجي أسوي له مثلا فايل جديد واكتب هنا مثلا employees تمام؟ هذا employees dot java وأجي أفتح فايل هنا new tab طبعا هذا الفايل المنشانت كانت للبرانش وأجي هنا بال new tab أفتحها حتى شنو أضع أقول لك لك هنا employees يطلع لي ملفات employees حتى ما نتعب نأخذ فكرة البرانش ونضيفه وين بالemploys يعني حتى نسوي copy paste ليش نأخذ وقت كثير الكلاس اسمه لازم يتغير employee تمام and هنا name وعدنا شنو هنا age وهنا شنو عدنا salary صح فإذا هنا رح يكون عندك أيضا age ويكون عندك أيضا salary رح نستخدم الconstructor ما استخدمناها بالbranch يعني ليش ما نستخدم هنا هم أسهل لنا like this and salary هنا salary and هنا salary من يطبع نفس الحالة لازم يطبع salary salary وهذا يطبع مثلا ال age تمام فصار عدنا class احنا عدنا branch رابطينا وعدنا أيضا شنو عدنا أيضا employee جميل طيب هنا employee أنا إذا أريد أعمل من عنده copy فالموضوع جدا 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 بسيط يعني أنا هنا نفس الحالة مثل ما عملت للbranch أوكي مثل ما جيت عملت للbranch فأقدر أيضا أعمل شنو طبعا هنا قلتوا لي إنه الدالة أيضا لا الدالة ما راح تأثر لأن هاي الدالة موجودة في داخل employee ما حتاج أغير اسمها تمام لأن أنا راح أداريها عن طريق أنا ديها عن طريق هاي بس هذول ليش غيرت وكان لازم لأن ليش هذول القيم مالت فالconstructor لازم يحمل القيم مالت ومن أطبع يطبع القيم مالت أما اسم function فما راح يحتاج لكن عندي خطأ بسيط إنه ال 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 مثل ما يكون بنفس اسم ال مثل ما قلنا هذا الشرط الأساسي مالت هنا الساعدة شنو عدنا كل النقاط مالت تمام إذا أريد أيضا أنادي عليها حال حال ال branch مثل ما عملنا ها فنفس الحالة هنا بس مجرد أقول employee تمام خلي نقول emp1 يساوي new شنو new employee والقوس مالت والفارس مالت طبعا هنا لازم أشخص أو أحدد ال name والage وأيضا السلاري مالتي هنا عندي على سبيل مثال أحمد فارزة تمام الage مالت على سبيل مثال 30 والراتب مالت 3000 point two مثلا فمن أجي على emp هنا أقول dot هو عند نفس الفنكشن اللي هنا موجودة بهذه الصورة وأنت تقدر تعمل الأسماء البقية أو الأشخاص البقية اللي تريدهم فهنا عندي مشكلة بسيطة ليش لأن بالemploy لو أجي أباوة الage مفروض يكون integer صح فأعني الage هنا حاطها string وهنا أيضا حاطها string زين فلازم أغيرها سويها integer حتى ما ينطيني error فبالتالي عندي مشكلة شنو هنا بالemploy اللي هو موجود بالclass this one and the employee public ها yes شوفوا بالjava ما ينفع اسم الكلاس مختلف عن اسم الفايل لازم الأسمات تتشابه يعني اسم الفايل أحرص على أنه تكون نفس اسم الكلاس وإلى ينطيلك error فنكنك أحد بين employees هو employee بما أنه اسمه employee فلازم يكون أيضا الفايل اسمها employee فنقول الرن المفروض وإنه آه أيضا انطاني فتخطأ هنا ليش لأن احنا هنا ما خلينا integer خلينا float هنا نحن شنو عدنا عدنا integer ف in this case هنا نقدر نصلح منك يعني نقدر بالemploy نحول ها إلى double أو نقدر شنو من نحول ها إلى integer and that's it المفروض أنه سيكون شغال بدون أي مشاكل and that's it اشتغل عندك شوف لاحظ عندك شنو ال name أحمد H 30 السلري مات 3000 طيب الآن أنا عملت function و اجيت هنا طبعتهم حال حال الموظف بس أنا ما أريد هذا الموظف مثلا من أقول أحمد أريد أحمد أعرف بيا قسم فما ينفع أنه الclass يكون هالشكل في java أحد الأشياء الجميلة اللي عنده اللي هو aggregation aggregation طبعا هاي أحد الأساليب اللي احنا نتبعها هل نكتب هنا in java اللي هي تعتبر professional هاي الطريقة طبعا المطورين البسيطين أو المبرمجين البسيطين من تجي تقول أنه أنا عندي مثلا أريد مثلا أربط الbranch بالemploy أول شغلة شي يقول لك خلي نسوي inheritance هذا شي غلط ليش أنا ما ريد كل المحتويات الموجودة بالbranch تجي مثلا بالemploy فأنا أقدر أستخدم شنو أقدر أسوي aggregation بدون استخدام الوراثة نظام aggregation أنا ليش دائما أقول لكم ادرسوا data structure على java لين بيها كثير من وسائل يوضح لكم إياها aggregation إنه أنا أخذ شي بسيط ما أخذ كلها أخذ اللي أحتاج تمام خلي نقول يكون هو جزء من عنده بهذا الشكل يعني مثلا أنا إذا الموظف عنده أدرس معين يعني إذا جينا هنا خلي نقول أنه الموظف عنده أيضا المعلومات ما تهي هاي معلومات خلي نقول الموظف عنده أيضا شنو أدرس العنوان إذا أريدنا مثلا نسوي العنوان إذا نرجع الموظف فشنو رح أخلي العنوان يعني إذا كتبت هنا أدرس شخلي بالأدرس أوكي الأدرس ممكن يكون كثير من الشغلات يعني ممكن يكون الأدرس هو الفون ممكن يكون شنو هو الإيميل مالتا صح ممكن يكون بالأدرس هو المدينة مالتا سيتي الأدرس ممكن يكون ستريت فإذا الأدرس أدرس مو اسم أدرس مو age أدرس مو salary تحدده أدرس أكثر من معلومة يكون بداخلها إذن الأدرس فعليا ينفع أنه يكون شنو class بحد ذاته هل نقدر نسوي هذا الشي بس نفس الوقت أنه أنا أريد الأدرس يكون مربط بالemploy لأن هذا العناوين لكل الموظف مختلفة تكون أوكي فشون أربطهم عادي هنا نقدر نفتح لنا file ونيجي هنا نسوينا file جديد نسميه مثلا بالaddress اوكي address.java مثلا هذا الفائل address.java حال حال مثل branch يعني حال حال أي class موجود أنت عندك بعد دخل نقول لcopy ونيجي هنا ونقول لpaste تمام فنأخذ الاسم Malta نقول لrename هني قدر نأخذ من عنده copy ونيجي هنا نسميه شنو address and هذا رح يكون أيضا address الادرس شنو هو مثلا خلي نقول عنده street number and city المدينة وكذلك اشقلنا تجل تضيف بها أيضا الإيميل أو تجل تضيف بها الفون على سبيل المثال وإلى آخره فأنت عندك هاي المعلومات كلها لازم شنو أضيفها هنا الستة هي يبقى نفسها الفون هو يبقى هنا يصر فعندك هنا street number وانا عندك الفون Nikon street number تمام وهنا شنو address أوكي فصار عندي class خاص بال address multi ماشي هاي الادرس شن اقدر ننادي عليها احنا نعرف كل زين حال حال أي class عادي يعني نقدر هنا أيضا نقول لشنو address أو class يبدأ بال capital address مثلا add1 يساوي new اوكي new address هالشكل زين اقواس وفارس من قطر ناشا نحدد string number تبناها بالشسمة بسك string وعندك city مثلا شنو هو هلنقول مثلا كاركو أو احنا اختارينا بصرة وبغداد بصرة اوكي بصرة and شنو عدنا الفون number خلي نقول مثلا هذا والفون number ما انت اوكي فاني من اريد انه اطبع طبع انا نطني error i think error لانه let me let me check اوكي init اوكي init init string init init اوكي اوكي تمام تمام ما هذا مشكلة المهم فنجي هنا أنا هذا نجي به الشكل نجي هنا مثلا نقول شنو نطبع المي method مالتا اللي مون شنو بداخله طبعا تقريد تغير المي method تقريد سميع اي اسم عادي ما ما راح يأثر فنقول هنا ران شوفوا راح نلاحظ انو عندي one error شي يقول لي integer number too large هنا يقول لي انت مختار رقم كلش طويل كانتجر تمام فاقول ران حلو الcompile مالتا جافا ينطيك السبب مالتا فهنا مفروض انه يطبع لي ايها that's it شوف طلع علي address trade number كذا 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 بس هذا الانوان انا من لي تم يمي هذا تابع علما ما احد ما يعرف شون اربطهم مع بعض الموضوع بسيط عن طريق aggregation aggregation شنو هو يقول انت عندك هذا يقدر يسوي وياهم علاقة نظام العلاقات مالتا هاز اللي هو شنو يقول هذا الادرس عنده علاقة ويا الemploy تمام فشون اعرف بسيط نجي على الemploy نفسه الemploy رح يعتبر الادرس عنصر من عناصرها شون حال حال السلاري والنيم وإلى آخر فهنانا اقدر اسويلي حقل مثل ما انت سويت السلاري اقول شنو هنا ادرس بهذا الشكل بس النوع مالتا رح يكون النوع مالتا رح يكون class على اسم ال class اللي انت تجيبه هو الclass مو اسمه ادرس فالنوع رح يكون ادرس فتيجي هنا انا اتقول ادرس فحال حال كأنما انت كأنما string صار عندك متغير او صار عندك data type خاص بك انت تشكل براحتك لانه الادرس هو مو انتجر حتى اقول انت ادرس هو مو هو مو string حتى اقول لا الادرس بك كثير شغلات الادرس ممكن حتى تضع بها object صح له لا يعني احنا الادرس اكو بها معلومات معلوماتك الشخصية اسمك وعنوانك فهاي معلوماتك الشخصية قد تكون integer قد تكون object قد تكون string فما ينفع انه الادرس اعتبر نوع من النواع الادرس فان رحصنا على data multi data multi سويت لclass ما موجود اصلا بالjava الادرس تمام فبهال شكل صار عنده فرع هاي الحالة احنا نسميها بالaggregation بالjava aggregation java object فعندك هذا الادرس لا علاقة بمن بالemploy زين شون اقدر انه استخدمه اجي للمين هنا الemploy هنا خلينا نسوي هذول لكلتهم comment هذا كلتها نسوي ها comment بهذه الصورة حتى ما يشتغلون ونجي هذا الادرس ايضا نسوي لك comment وناخذ ونضع بالاعلى ويا اصدقاء حتى نشتغل على نظاف ويا الemploy هذا هو الemploy احمد وعند الميثود مالتا من اجي اقول رن رح يشغلي معلومات مات احمد الان اريد احمد اربط مع من اربط مع صديقنا اللي ومنه ال الادرس انا اعرف كل الزين انه الان الemploy صار هو اصلا في داخل الادرس موجود والدليل على ذلك هذي زين شون انا اضيف لي بسيط انا احتاج احتاج يكون عندي ادرس واحد يعني مثلا احمد هو من اهل بصرة فاقدر شقول مثلا هالشكل cut هاجي هنا اقول paste او خلي هذا بقي paste مثال اخر ازين اقدر اعرف ادرس جديد اقول address الادرس هذا phone number هذا بصرة والاخر من الموظف احمد الclass مالتا عند ادرس فش اقدر اسوي هنا اقدر اقول emp1 dot الادرس مالتا الادرس وين this one الادرس هذا هذا اقدر شا اقول لا اقول dot address يساوي شنو يساوي الادرس one اللي عرفت قبل شوية فارسة منقضة اوكي بهذا الصورة الان اقدر اوصل للميثود مالت الادرس نفسه حتى اطبع اوكي بهذا الشكل خلينا نشوف النتيجة مالتا شو رح تكون اذا قلنا للrun and check this one هذا الاسم احمد وهاي المعلومات مالتا سا اذا هذي عنوين مال منو مالتا احمد نفسه شوف من احمد ده اجيب employ one dot address dot my method اوكي هذا دا يدخل للكلاس الادرس ودا يطبع الميثود مالت الادرس والدليل street number city وإلى آخر احنا دولا كلتهم سويناهم comment فاللي يطبع يطبع بس هنان دول اثنين يطبع واحد معلومات مالتا الثانية هي عنوان هو وين مالتا